بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتكلم في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن المضطرب ونبدأ بتعريفه فنقول في تعريف المضطرب لغة هو اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر وفساد نظامه وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا أما اصطلاحا فهو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح بناء على ذلك هناك شروط لتحقق الاضطراب ولا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما الأول تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى والشرط الثاني اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها بناء على ذلك أيضا هناك أقسام للمضطرب وينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين مضطرب السند ومضطرب المتن ووقوع الاضطراب في السند أكثر مثال مضطرب السند حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها قال الدار قطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر فهذا مثال على الطراب السند أما مضطرب المتن فمثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة إن في المال لحقا سوى الزكاة ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلف ليس في المال حق سوى الزكاة ليس في المال حق سوى الزكاة قال العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل ممن يقع الاضطراب؟ قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين الحديث المضطرب حديث ضعيف وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته من أشهر المصنفات في المضطرب كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ بن حجر رحمه الله هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم